عاش المالك عاش المالك عاش المالك عاش محمد السادس عاش مالك نجد الملكة في خطر كانوا ساكنين في نواحي البالوما هذو الناس اللي بعدما تم النزل الملكيه دي الأراضي ديالهم اليوم كي طالبوا الجيهات المسؤولة بس يعودوهم إنه طموح التعويد اللي هو هزيل ومن اللي بغي يأخذ بوقعة عقلي ما خسكم تخلصوا خمسين مليون لبقعة وهم أصلا احد مزموعة اللي استبدو استبدو قل من ذاك التامان ممكنش يخلصوا خمسين مليون البقعة حسبنا لنا بثمائة وخمسين درهم يخلصونا وهو ما يحسبون لنا الأرضية البقعة يحسبون لنا احنا كي الملاكين لما جاياش تخمسة مليون ستات مليون وهو ما هذه الناس كي يقول كسرية أرضية بخمسة بخمسين مليون هاد الناس ما غني يجيبوا له هدي فلوس هدي مغني شردونا هاد الناس هادوا هدي دولة دي عاش الماليك نكن طلبوا نشيدها نطلبوا من جلالة محمد الساديس كي يشوف من الملاك الصغار لأن هم عندهمش لفلوس باش قد يشتروا ديك أرضية يقول لهم هاد شركة دي اللاجاس لي جات وقد قد يقول لهم تخلصوا أرضيات بخمسين مليون رب الزاف عليهم هاد الناس را كل هما عندهمش باش يخلصوا هاد الارضية هدي لأن مدن الصافيحنا ليلا المجاورة اعطاهم الأرض بربعة مليون وهالناس هادوا اللي ملاكة اللي مولي للأرض قالوا لهم تخلصوا بخمسين مليون رب الزاف هاد الناس را ما يقدروش على الشي لابا الارض ديالكم نزعك لكم داروا لنا المنفع العامة قالوا المنفع العامة وضعوا في المدينة الجديدة ماشي مشكلة المنفع عامة ماشي مشكلة وعش الماليك احنا باع سيدنا ولكن هاد الناس باش غدي يحرمونا احنا من الساكان في المدينة الجديدة ويقول لك سيروه اللي عنده يشد فلوسه هالي يشد عطاه هنا شدوه سيروه قلوه على روزكم ويقصيونا احنا من السقنا ديالنا ويجفا يبطونا بحالنا احنا نطالبو باش يعودون ونسكنوا بالساكان في المدينة الجديدة ونقضوا بوه حتى مار رمزي كما ادونا الارض بخمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين درهم ونقضوا بوه حتى ربعة مليون وخمسة مليون كما اخذوا الاخرين هاتش اللي كان طالبوه انتم اسح المزمعين تقريبا؟ الملاكات اللي تكرروا تقريبا الى وحدة هادو والارض هذه ديالهم وهذا الناس مات والديهم وخلاوا الملاكات يعني ملاكات صغر يعني الناس كل الارض اللي فيها خمسة اش الواريت ساعة الواريت هذي اللي عندهم شيء قليل يعني ما عندهمش في فلوس كثيرة باش غادي يسريوا الناس اللي عندهم اراضي كثيرة وشدوا مليار وشد مليار ربشاو ولكن الناس هادو ما عندهمش بشيو غادي موتوا هناك غادي بقيموتوا هناك كي يدروا معهم بحل السلام عليكم الحاجة السلام عليكم السلام عليكم عاود ليسنو سنوقع عليكم بالضفضبة مع الناس هادو احنا كما قال السيد احنا ملكة صغر احنا عدنا وليداتنا عدهم استفادة جوج دراري وانا وهذه الناس كاملين عدهم استفادة ودب احنا كي قلت ملكة صغر كي ليجاتوا على ستعة المليون فات الأرض هادية وستة المليون احنا نشريوا البقعابة خمسين مليون احنا نقل قدروا نحطوا البقعابة بربعة المليون بستة المليون قح وكتر ما قادلش عليها وانا قل مولا امرأة ارمالة ما عنديش راجب عندي در مريض رأة ما قلتش يجيل لهنا وما كنت شوفيه رأة هو غادي بشنا دكدريش عش ندير معانا رأة تنعتوني البقعابة والشيليكي والله نترسيدنا امين السلام عليكم اولا ما تشكره شوفتي دي على هذا اللقاء معانا احنا متضررين نزع الملكية ازنتها احنا ملكة ابساط وملكة صغر جاءوا انه بالولا استقبلونا بالزغاريت للجماعات والعملات واليوم تنتقصوا من هاد المشروع واحدين اخرين استفادوا من المشروع ونصفتنا كملكة وملكة الارض تترجع 700 عام ومتي ترتابة 150 عام و160 عام ومشي اراضي مسترجعة او اراضي دي الجموع هاد المشروع هاد المشروع ومع المشروع ومع السيدنا ومع الله ينصر سيدنا جلالة الملك اللي صراحة ما تبغيش الشعب دياله يشوفوا في هاد المأساة ويشوفوا في هاد الشي صراحة المالك ديالنا وما تبغيش يشوف الدموع ديالنا احنا ضرعين بزاف في هاد الشي اللي واقع لنا اليوم وحتى نطالبوا من الجهات المنسؤولة والجهات المعنية باش يلتفتوا لنا التفاتة واخر صغيرة ما يخليوناش في هاد الشي دارنا قلبنا ودارنا دارنا راسنا ومتن نعسوش احنا كل نهار تنشوفوا غير قروة تنقولوا جاية عندنا وحنا ما مغادش نحيدوا يوم من هنا لكانت تذيك قروة غدا تجتريب غدا تدوز فوقنا وكانوا يريدوا يخذون الارض يقتلون فوقها احنا من الحق دينا نستفدو في الارض دينا الارض دينا هذه خصنا نستفدو وحسبو لنا شتمان قليل نحن مش حسبو لنا خمسين مليون وحنا ما غنشدوها في هذه الارض الواحد الوريث الوريث الكبارة مشاو اللي غادي يشد كما قال لك الأخ جوش المليار مليار مش هادي أرض استراتيجية تجيب سبعة الف ريال الميدرو نحن نخرج عندنا خبير هنا لأرض وفي آلفين وتسعود اعطانا فيها الأرض اعطانا فيها آلفين درمين الميدرو اعطانا فيها لأنها وقفوا وتنشوف المسجد الحسن الثاني وتنشوف شركة التقرير للبترول أرض استراتيجية وطياء مفاجحة أرض فلاحية أرض الكابانوات أرض التي تطلع على الشاطئ بالوما اليوم تنتبقى يخرجون هذا شيء تضرنا صراحة وتنشي واحد ما سيتقبله ما لدينا مقوى ما لدينا مقوى هو السكان وهوية ما لدينا الهوية هي الهوية الزناتية ما لدينا مقوى ونحن يقول باولا هذا بغاين نمشون نشوفوا بلادنا هناك فين ناس يبشون العروبيات من الجسالي ومن الفاكونز هناك فين غنديهم احنا احنا صافي تشردنا احنا شردونا احنا حيدوني الهوية دينا حيدوني نقول شيء احنا ولينا عبارة عن أوباش شنفانو اليوم فينما الجيات المسؤولة اللي تنبلونا اللي يستقبلونا بالزغاريت واليوم واستقبلونا يقول لك خلد الخماس لك عدك غد يستافد باع اليوم تنفاشعوا من المسؤولين يتي يقول لك ما كينش استفادة احنا ماشي مواطنين احنا ملاكة ديناد الارض عاش الماليك عاش الماليك وعاش سيبنا ملاكة ديناد الارض وما تنقلوش بش يقسيونا بيدك السهل اليوم اللي سنشوفوه وشكرا شكرا لك انا مأسيدنا وعاش الماليك انا عاش الماليك انا انا مأسيدنا نحن بعافيا ولكن يضيئنا وما يحصلوا لنا وعرضنا وما يحصلون الإراجي لا يطيئنا المخزمة لا يمكننا لراجعة من الضيئة لا يمكننا يسقطونا نحن أولي انا سنتيين ومعنا نسكنوıy يأتي حتى يأتي وإنهم ايكيد خادوا لنا الارض وشردونا. قالوا لنا الارض اللي عدوا بش يشري مش يشري مشيوكنا متلاحوا مبقيناش من هنا. قلعوا لنا الهوية دياننا بحلش يشراك اللي اعتيها والاعتيام. يعني ما داروش لنا اعتبار. واش غنبوا متحسبونا الله ونعم الوكيل. وعيش المالي. وكان طلبوا. طلبوا من سيدنا التافت فينا. لا البرلمانيين. لا دوقلي كنا كان صوتوا عليهم. تواحد ما اهدر. تواحد ما قال انا هبك الناس را كنا يصوتوا علينا. وطلعوا البرلمان ما كينش لكيش بدنا علفهم. وده با كان طلبوا من المسؤولين يلتافتوا فينا التفانة. في التفانة وحسبونا الله ونعم الوكيل فيهم. اللي بغينا هي ساكن بدل ساكن. بغينا منهم هاد الناس ما بغينا منهم ولو. بغينا منهم ساكن بدل ساكن. ماشي يجمعون لنا فيها الأرض ويقولون لنا هل عندكم الفوق القد وقد. ويجمعون لنا كل شي. ويقولون لنا عارو هلينا. من يعطى هلينا كيف حنا بشان. نضعون قطعون فيها من الأرض وعاش المالك وعاش السيدنا وحيانا تتركوا منهم وغساكين بغساكين لأننا تعود في الضيور وعاق لنا قد اكتر مليون هات الشيش يكون لهم قد اكتر مليون الواحد قد اكتر مليونة إحنا أشخد لنا لقد أمضي للنار عاش المالك وعاش السيدنا نعم السلام عليكم السلام عليكم دعنا من ملكة طغار يقول لك أن أعطوني الأول مرة يكتفاده ويقول لك أنه لا تستطيع أن أشغل لا تستطيع أن أشغل انتظر هذه الإمكانية لديها أربعة الأفراد لديها مريضة لك أن أشغل أن أشغل نحن يقول لك أن أخرجي يجب أن أخرجي في غنشي أنتظر هذه الجدود هذه الجدود من الأرض لقد كانت أدونا جد جد لقد خلوا لنا الأبد يقول لنا الله رحمه ونحافظنا عليه الله غالب نحن نشدد مشروع وذلك يقولون للأرض يقولون أن ينفق أن ينفق هذا فهي غالن نفق فهي غالن نفق فهي غالن يشعر ويقولوني المخلطونة فهي غالن نفق فهي غالن نفق شكرا كذلك؟ السلام عليكم السلام علي الله ايدونا لانه يدرلى لانه يدرلى ثلاثين عام فنوض ما يمشي اخوذوا اخوذوا وشوفوا كيف يديروا اذا قدرتوا تيهزوا انا اضاف لكم انا انه يوقفون وانه يدرى طوالنا واشحان من عاما انه يدروا وعطوا علب ومستفادة احلان اخوتي وعطاة الواهد وانه اضعين من الله هو ياخذ انه لأنهم ي dadurch اعطاننا على حقنا نحن محتاجين لم يكن شيء لدينا وانهم أولهم يتقوم بالسجن ونحن نعيب لدينا لأنهم يتعرضون خياة لأنهم يأخذون معاوتنا نحن نتغطيونه ونحن نطلب السلام عليكم وعاية المالك فقد نطلب السكن في الساكن خذوا الأراضي المالا وي اعطون الساكن انا لدينا أشياء من ابو احد المطبيعة حتى اتباعها حتى ننشي السلام عليكم انا سكنة من السكنة البالوما هناك ملاكة ومن هاد الاحصاء أضر لي الإغفال ودرت شكاية وشكاية وشكاية وساكنة وكل خلال إحصاء وكانت تكون ولكن اليوم السفادة لم تفرقت هنا كانت بحالة هي الدار هي الدار اليابا وأنا سكن فيها وأنا بسكن فيها ودا في أولادي وأنا سكنت في نحداهم تمانيت أنا منزيرا إذا أنا نمشي من لك وكانت أنت أنت طلب الله وصيدنا أنه يعطينا لأننا ما عندناش في نمشي كان بأنا يتزاقنا لصفاقنا و كانوا لديهم و كانوا لديهم و عائلتهم و هم شكوون يعطون و عطاوا غير لأبان أما بالنسبة لي أنا أنا ما أعطوني يا أنا للأب ديالي لتشيحد أنا مني كان مشكيك وحكي انتي الاسم ديالك ما كيش يعني نهاردة الإحصاء انتي ما كيش دقيت البيبان مشيت عند العامل مشينا دقين البيبان كيقولوا انك يكون خير إحنا قال سيدين ما كيشيعد نحد ولكن خفنا بيجي واحد نار ودوز علينا الدكاكة نعم كيما قال سيدين ما كنشوفو ديال ديال دايزة كنقولو هيا جيعد نحنا سافيم هم ما كننطلبو بتايش لاشي كنطلبو غير عاش هش ساكن 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 معشي عجينا عدو ماشي عاجينا عدو ماشي عاجينا عدو مأرض نا بنشت لنشت